مشاهدين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين كرام في قناتكم كود زكريا ليسي لتعليم السياقة بلا شك يلا تسجلتي في مؤسسة تعليم السياقة او انك يلا كتفكر تسجل في مؤسسة تعليم السياقة وبغيت بدا تراجع الامتيحة النظري وصل السياقة بشقيه النظري والتطبيقي لكن ما عرفتش مين تبدأ ومنش غدسالي فالمتيحة النظري نظر اليوم ده بغي عن النظري من بعد نزول التطبيقي المتيحة النظري فانتك تحتاج انك يحطلك 40 سؤال انتك تجاوب على 32 سؤال يعني اقل نقطة تجيبها باش ننجح هي 32 تجيب غير 31 سقطتي لحد الان نجح كده 32 نجيب 32 نجحتي اكثر منها نجحتي قل منها سقطتي باش تفوق في هذا المتيحة النظري للغسط السياقة فمعليك غي تحفظ بعض المحاور يعني بعض الدروس تحفظهم عشنا ما الدروس او المحاور اللي خصك تكون عارفهم حاول تدير شي ورقة بسيلو لانك باش تشجل باش تعرف باش تجري المسائل ديالك وتسير هاد القواعدة الخدم بهم تعرف باش تبدأ وبسسالي فانتا اول حاجة اللي خصك تعرف هو تعرف المحور او الدرس ديال تشوير طرقي هاد تشوير طرقي فيه تشوير العمودي وتشوير اوفقي فيه زمال العلامات البلايك ديال الخطار فيه تشوير اوفقي اللي هو انتاقب الإيت في الأرض الطرق. فهالدرس هذا الى فهمته. فبنسبة للدروس اي درس في المتحان كيحط لك ما يجوز اسئلة حتى الاربعة الاسئلة. يعني كل درس غيحط لك ما بين جوز اسئلة حتى الاربعة. ما كيس ده ما غير شي حاجة كيحط لك ما شاء الله. كل درس غياخده ما بين سؤال حتى الاربعة حتى الخمسة. انت وظهرك. من بعد اسبقية المنتقل فانت خسك تعلم اه درس ديال التجاوز والتقابل. هالدرس ديال التجاوز التقابل كتتعلم كيفش كتتتقابل و كيف ذكرت جميع الدروس أنك ستضع لك ما بين سؤال حتى الخمسة الأسئلة من بعد ستضع لدرس دي الرؤية الإضاءة هذا الدرس يمكنك تعرف ما هي الأضواء اللي ستخدم في الشتاف، في الضبابة، في العجاج، في النعفاق، عند المتقية الطرق، بالليل، بنهار ما هي الأضواء اللي ستخدم هذا الدرس هذا هو مهم من بعد ستضع لدرس دي السائق رؤية اللي التي نقد euchinnis OTH encont Islands أي شيء يتعلق بالسائق كما Particularly هذا الدرس فها الأفعل проблемы وها الأدوائيات ومخطرات كما ت 평ام يعاني من هذه المسائل في هذا الدرس أو محور من بعد ستضع لدرس دي الرؤية م shines درس العرابم فهو مرتبطين مع بعضياتهم لذلك القول العرابم هذه الاسئلة اللي كاتتحطولك فيهم وهذه كل الاضواء اللي كيشعلوك في الطابلو بعد الرموز بعد الرموز كيشعلوك في الطابلو كاتعلا خصك هذا الرمز عرفو ديالاش شنو 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 ش صالح واش خصي نبقى في العربة ديالي واش ماشي مشكي لغاية تمشها واش هادو هذا كبير اللي يعني هادو اضواء مشعلة او مطفية فهدو كاملين داخلين في الدرس ديال العربة داخل فيها العجل حيط ما كنقوله العجل اتدخلنا في العربة ويعني علاقة شوية بالميكانيك لكن الميكانيك رماشي كنقول الميكانيك انا انك عدت ودي تصلح الطنوبيت كلها بعد تكتعرف غير بحال شي تزيوت السوائل الزيت الماء فعل الشي ديال السوائل واش ناقص واش زايد اه بحال البددسك مع البلاكات يعني الصفائح مع اه الصفائح مع الفراميل اني هادشي كامل اه خاصك عدتعرف الابجاديات ماشي الميكانيك ماشي انت اللي غاية تصوح الطنوبيل ايه لاخصرات لغاية ديال الميكانيك لكي غاية تعرف شنهم والحويل بحال بحال ابتك عدت تعرف صحت بتكلم مع المصطلح هدي الميكانيك من بعد غدوز الدرس ديال القواعد السيد فهو قواعد السيد فهو جمع جمعت شي اكمل ولكن بمفاهمة اخرى كيحطك اسئيلفähه اخرى يعني بحال اهد شي اكملي اللي قريتي فهو كيت تحط بسيغه اخرى يعني بحالك انقولو زيتي شويه لخبرهرههذا درس ديال القواعد السيد من بعد كيتشوف درس ديل مفاهم التبقية المفاهم السابقية هو أنك كيفش أنك باش نقله بإنم الساواء في الهبطة شنو كنديرو فالطلع عاشنو كنديرو كنت تعلموا مسافة الوقوف شنو هي كيفش كاد تحسب مسافة الأمان شنو هي وكيفش كاد تحسب مسافة وقت رد الفيل شنو هي وكيفش كاد تحسب من بعد هاد الدرس هدا كندوزو للدرس اللي هو رقم 11 هو الحوادث الاسعافات هاد الحوادث الاسعافات فهو انت كتعرف شنا هما الحوادث الاسعافات الاولي اللي غاد دير اه مين شقوع حادثة شنو خصين دير شنو الصباق اه شنو المعينوية ديه شنو هي شنو كتعمر فيها المسؤولية الامان هادي كندخل في الحوادث والاسعافات ودخل فيها تلك شي ديال التأمين من بعد كندوزو هادو 11 المحاور اللي هم 11 الدرس اللي هو كي يندا بحاليا لكي ندا بحاليا يبجد امر شهر ثلاثة فهو غايتدد واحد المحور ديل مخالفات والغرامات يعني المخالفات اللي كي تراوا على بعض الشي القواعد اللي قريضي كاملة فاش حم حاجة لم يدركها هش ركت تعقب عليها كتنجيك واحد المخالفة وقدنجيك واحد الغرامة فيها هاد المخالفات والغرامات حاليا ما كينشوا كيف شهر ثلاثة غيو اللي هالدروس كاملين الى فهمتهم كن اكد على ان كلمتي حان اوخي يغيرو فيه كيف ما بغي يغيرو رك غتنجح فيه لان هالشي مكيت تغييرش نفس المحاور كيف قوهما هما باش تعرف هاد المحاور في كينين وكيف اشتراجع لهم ما عليك غيد دخل القناة في الفلاشين ديال اليوتيوب غددير كود زكريا غدطلع لك كود زكريا غطلقar ism diil القناة وغطلقar صورة diil القناة وهنا غطلقا بعض الفيديوات لجاسم ما بنسحكش ضخل الفيديوات لكن ياما غطغط حاول تتخذ الترتيب باش تعرف هالدروس هم يجي بدون يا ام غطل احمل اسم القناة او الصورة الى دخلنا الاسم ديال القناة غلقا وبعد الفيديوات عامي كذلك في هاد شكل هدا ما تدخل حتيش واحد فيهم دخل لهاد الفقنين هادو كي الله كي فيديو بحل اللي خدمتي بالهاتف ديالك او خدمتي بالحاسوب غتلقى نفس الكلمات كي نلاكي فيديو بلايليست التالتة التالتة فيهم اللي هي بالعربية قوائم تشغيل هنضغط عليها من غن ضغط على القوائم تشغيل غلقوا هاتشي كله عبارة عن قوائم يعني كل قائمة فيها بزاف الفيديوهات هنا غمية توصل هال البلاثة هذي فانت غتختار واش انت بغي تحفظ فيديوهات صغي ورين يعني خمسات دقائق سبعات تمانية عشرات دقائق او انك بغي تحفظ بالساعة او انك بغي تحفظ بالساعة او انك بغي تدير ساعتين او انك بغي فيديو ديال ثلاث سوية او بغي فيديو ديال خمسات سوية او انت بغي فيديو واحد ديال عشرات سوية انت وك تختار فتلقى اي من اللي بغي تختار انا مثلا بويتي فيديوهات صغيرين صغير ديال خمسة اصبعات دقائق ما تعال شوية شوية وطنوت بحالك ما عندك شو الوقت بزاف ما عليك هتبطت للتحت وغاتلقاوهم هنا يا مثلا قولنا غامدوب تشوير طرقي تشوير طرقي هوا جميع اسئلة التشوير الطرقي اي مكتوبة للتحت التي تطرح في يوم المتيحة يلا دخلنا لها فهنا غالقاو بزاف ديالفيديوهات فيها كالفيديو اللول العلامات ديال الخطار مورها علامات المنع مورها كين علامات ديالا علامات ديال نهاية المنع كان علامات الإجبار مبعد كين علامات الإرشاد مبعد كين علامة الاتجاع عندنا تشوير طرقي وعندنا تشوير أفقي وعندنا تشوير مؤقت هاتشي كله دخل في المحور ديال تشوير الطرقي من بعد ميتسالي هاد الفيديوهات متماوية غط غط عليها. ته هي غط قافية. الول الثاني الثالث الرابع الخامس ثلث ثمانية مية العزة. ايه غطل حل ما هي فيها تسعود دقائق حداش تلتاش داك شي ما طويلش. ناس الطريقة هي اللي غدير هنا هات شي كامل مع ليك غيتقلب عليهم كاملين. هوا اسبقيات وموت تقايات. الدرس الثالث اللي ذكرنا هو تجاوز والتقابل غا تقاوز تقلب عليه. ها هو التجاوز ها هو جميع اسئلة تجاوز والتقابل. هل وقوف والتوقف بحده. وهل حوالي اسعافات. هل الاسئلة تسائق هل ميكانيك. فهنا كلهم. ايه ما عليك هي تكتبوهم. الشي تقدر تكتبوها الاسم ديال المحور او اسم الدرس ومتبوها بكوت زكريا. فغي يطلعو لك. من بعد الى انت بغيتي ما بغيديش هاد الفيديوهات صار. بتيش شوية شوية فيديوهات كبارة يكونوا شوية. ما عليك غيتي مشي جميع اسئلات المحاور. الى دخلت جميع اسئلات المحاور نضغطو عليها. فهنا غتلقى هاد فهنا غتلقى تشوير طريقي رافيه ثلاثة تسوية. كدرس الاول في ثلاثة تسوية وثلاثة دقائق الاسبقية المنتقية في الساعة و اربعة و اربعين اذا اربعة و خمسين. الترتيب مشي مشكلة. اختار اللي بغيتي. ما عليك غيتي مهم غيتي بدأ. اختار الترتيب اللي بغيتي للا بنتك تشوير طريقي شوية. راه الدرس رامكي مش مار مرتبطة مش بضياتهم مية في مية. ما عليك اللي بغيش يبدأ بيه ما عليك شو مشكل. من بعد الى ميت سالي هاد هاد دروس هادو فانا غت بغيت متاحن راسك. غت متاحن راسك يعني اه كي بيقلنا كل درس كيحطو منو اسئلة واحد حتى الخمسة. ما عليك هي الا بغيتي فيديوهات صغر. ما عليك غيتي دي هاد البلس اللي فيها خمسين. جميع السلاسين موجودة في امتيحان لتاني مسيقة. يعني غت ضغط عليها. لاحظ معي. بحل بس سيلة واحد فيها جزء الول الثاني التالة الرابعة. يعني اللي غاية. وصلنا السيسيلة. سيسيلة اتناش هاو سيسيلة اتناش في اتاني التالة الرابعة. يعني اتناش السيسيلة كلهم في الاجزاء دي لاحظ معي فيها اربعطاش دقيقات اتناش تمانطاش احداش تسعون دقائق احداش داك شي غير صغير. يلا انت ما بغيش بكش هاد الشي صغير بزاف و باشي تسربه شوية. ما عليك غي تدخل اللتي نطلعوا الفوق ونلقوا القائمة التي يبحثوا عنها الجميع. ها هي تلتاش سيسيلة واحد جوج تلاتة اربعة خمسة امستة سبعة ثمانية سعود عشرها حداش تلتناش هاو اتناش سيسيلة. الاش تيوم هادو كاملين ولقيت راسك على انك هي كتجاو صحيح في كل شي فانترك مأهل المتحن وان شاء الله غيكون نجاح مضمون. بالنسبة الناس اللي كيقلبوا على السلاسيل اللي كيقوا في مدرسة المسياقة وما ما كي يعرفوش يجوبوا اليوم يجون لك شي قاسح فهموا اشرح جميع اسئلة المعتمدة بمدرسة المسياقة فهنا كي نميوا واحد الفيديو ما عليك ادخل لهم هناك هي كتلقى من الفين وعشرين فالاسئلة والامتحان من الفين وربعة هو راه نفسه نفسه راه ما كيش تغير ما كيزا ماشي عاجة ديل الفين وعشرين الفين وعشرين ولكن الفين وثمانتاش ولكن شهر جو شهر ثلاثة. راه نفس المعنى نفس المحاور نفس نفس طريقة ديل القاء ديل السؤال راه ما كيتتحاجة ما كيتختلف. ما عليك هذه اللي حننا دريغت اللي غطي السياقة. هوا قد تلقى فيه سيسلة واحد جوج ثلاثة. واحد جوج ثلاثة. اربعة. خمسة استر. فهنا دلقوا واي مكون لهم أي حاجة بغيتية غتلقى غير هنا نيا. بالنسبة لنسل كي سلولو الكاميو لرمو كي هنا يا. ما عليك هتقلب عليه كي الكاميو كي الموتور كي لرمو كي الكا. درنا ما قلوا هذا. بالنسبة لنسل كي سولوا على السوقان كي بيعرف اشنو كي يدر في إذا كانت مرة أجتيز يكون السياق باقرها ونضيفها هو الأجواء وهذا الأول وهو أنزه هذه هي صدر ونفعنا كيفية التجارة ونفعنا كيفية تدخل الهواء ونفعنا فهنا هنا ثلاثة كارين اللي بغيت تعلم لهم من هنا غتتعلم هاد المراحل هاده منيسبه الامتحان تشطبيقي وهنا كيف هاد القائمة باش تعرف راسك واش ساقط او ناجح من هاد القائمة هاد لها نكلمه على الجريدة الرسمية بالنسبه بغيتي تعلم دورة كوينية مع الأستاذ زكريا معالي كتقلب عليها هي دورة كوينية فهنا لك نقوم بالدورة معالي كتشوفها تيارة كين هنا إلا بغيت تشوف دورة كوينية مع المتدربين ديولنا فهي بحلبة ما تهلان كتلقها هذه تليم ساعة هنا كنا عدنا 20 ساعة غير مكملنا هاش ندرنا فيها 1 ساعة بحكم انه الفيديوهات الاخرية ما بقاوش عنا ما قاعلنا فيها مشكل ما يلا وصلت حتى تحداش ومقفت بالنسبة إلا بغيتي تشوف بحلبة هنا كين دورة كوينية في تليم ساعة مع اسماعيل المتدرب جديد يعني كل واحد حاولنا ناخد منه خمسة فيديوهات ستاة باش ما كانت طوش بزمن لانك يشدية شوية الوقت هذا الشي هذا ما كان بالنسبة القوائم دخل لهم كاملين وبنسبة اللي بقي ما اشتركش معنا بحلبة اللي يلقاها هادي اللي بقراس وبقي ما معبونيش يتعبون معنا باش يوصلوا غير جديد بانتي اي حاجة درناها جديدة توصل له وبنسبة اللي واخدت ابونيتي وممسلكش فهذا الجرس خاصك تفاعله باش يكي تفاعل وبالنسبة الناس اللي كي ينسوي اللي باش بداه وبالسالة يكفي انك ما اتنا هاد الفيديو تفرج شي فيه دير هنا يا اللايك هنا ميكا ترجع المرة بحلبة ما تدزنا رقم جوج وانا نرجع هوا جوج بحلبة ما كيش باقي ما تفرجش فيه غان نرجع الواحدة لقاها مش تشجل يعني هنا غان نفهم بلي هات السي سي راني دووزها وبهالطريقة هتعرف راتك واش دووزي الاسئلة واش دووزي السلاسل او ما دووزي يومش وما نقول لكم غير كانت من لكم النجاح وكانت من لكم مزيدا من الصبر في هذا الامتحان ديال النظارة والطبيق اللي عنا اغلبية كاتبالي الامور ما سهلاش لكن غيب شوية ديال الصبر وان شاء الله ربيرك سهل بالنسبة الناس اللي كي تسولوا على القانون الجديد فما عليك هاد الفيديو هادا غير رف يكون شي وقتاش متيحنا غليتتغير باش تعرف اللي قش هيتغير هاد شي واشنو شنوو التغيير اللي غيكون ونقول لكم دومتم في رعايتين الله وإلى اللقاء